جزاكم الله خير وحسن إليكم مجتمعا من جمهورية مصر العربية من المينيا يسأل ويقول سمعت حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم معنى المدينة حرم فمن أحدث فيها أو آوى فيها خبيثة فلم يقبل منه أبل يوم القيامة وعليه لعنة الله والملائكة والناس المعين وهذا الحديث سمعته وأسأل الآن عن صحته وعن شرحه إذا كان صحيحا جزاكم الله خيرا الحديث بمعناه صحيح المعنى الذي ذكره ورد فيه حديث صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمدينة حرما كما للمسجد الحرام حرما فللمسجد النموي حرم شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب احترامه وأن يتجنب فيه المحدثات والمعاصي والسيئات وأن لا يقطع شجره الذي ينبت تلقائيا من غير أن يزرعه أحد فهو حرم له مثل ما لحرم بكة في الجملة ومن أحدث فيه حدثا أي ابتدع بدعة أو حدثا في الدين والعباد بالله أو آوى محدثا يعني ناصر محدثا أو حماه من أن يقام عليه الحد الشرعي من حما مجرما يجب الحد عليه فمنع إقامة الحد عليه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هكذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على عظمة هذا الحرم وأنه لا يجوز انتهاكه ولا يجوز أن يكون مأوى للمجرمين والمحدثين في دين الله عز وجل وليجب أن تقام عليهم الحدود ولو كانوا في الحرم نعم